وحول الصراع على منصب محافظة ديالة واستخدام ورقة العشائرية والطائفية لتأجيج الصراع ينضم إلينا عبر سكايب من سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الدكتور يحيى السنبل دكتور يحيى حياكم الله كما تعرفون دكتور صراع محتدم على منصب المحافظين ليس فقط في محافظة ديالة ولكن في العديد من المحافظات العراقية ولكن لماذا هذا التصعيد غير المسبوق والذي وصفه عدد كبير وكثير من النواب بأنه خطير خاصة فيما يخص محافظة ديالة أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين أخي الكريم ما يجري في ديالة يختلف عن ما يجري في بقية المحافظات فهناك أصبح خلل اجتماعي كبير فقد تم تهميش ما يقرب من خمسة واثمانين نعم دكتور تكون السيطرة للميليشيات وليس للعدد الانتخابي أو من يشارك في الانتخابات لذلك فالوضع في ديالة هو مختلف اختلاف كبير من بين كل المحافظات العراقية الأخرى فالقول الفصل في عملية تعيين المحافظ تكون للميليشيات أن تتوافق فيما بينها لتنصيب المحافظ وكان على الأساس أن يكون المحافظ هذه الدورة من كتلة صادقون التي ليس لها سوى مقعدين ولكن المحافظ السابق اعترض على ذلك وأصبح هناك انشقاق في ميليشيا بدر وانشقاق أيضا في عشيرة المحافظ التميمي طيب دكتور يحيى في عنوان عريض لمحافظة ديالة يعني لماذا محافظة ديالة تمر دائما بمشاكل بتجاذبات أمنية وسياسية هل لموقعها الجغرافي الملاسق لإيران مثلا هو حتما لوجودها على الحدود الإيرانية والسيطرة الميليشياوية والتغيير الديمغرافي الكبير الذي حصل على أرض ديالة بتهجير أكثر من 70% من أبناء ديالة قد هجروا وقد دمرت قرى بأكملها أو صودرت أو أجبر أهلها على الرحيم فلذلك وصل هذا الحال بديالة أن الميليشيات هي من تتحكم في المشهد السياسي التي تفرزه ما تسمى الانتخابات لذلك الميليشيات هي من تتصارع فيما بينها لتنصيب المحافظة من أجل ديمومة وجودها والاستفادة من نهب المال العام للاستمرار في عملية السيطرة على المحافظة يعني دكتور بعد أن أغلق أنصار مثنى التميمي مبنى مجلس المحافظة ما خطورة استخدام التحشيد الطائفي ما خطورة زج العشائر العراقية في النزاعات السياسية خاصة على المناصب ما خطورة كل ذلك هو أراد أن يوصل رسالة إلى ميليشياته أو إلى الفصائل الأخرى بأن ما تبقى من العرب السنة يمكن أن يحصلوا على هذا المنصب ولكن هذا الكلام هو كلام أجوف وفارغ لأن التنصيب هو يجري على يد الميليشيات وما تتفق عليه لذلك هو يحاول ركوب موجة الطائفية نعم دكتور نعم دكتور نعم خدر ديالة طوال بقائه في هذا المنصب ولكن دكتور هذه العامري زعيم ميليشيا بدر طرح مرشح تسوية ولكن هذا الطرح قد باء بالفشل ما سبب من وجهة نظريكم هذا العامري أراد أن يجري هذا المرشح التسوية لأن هناك انشقاق أصبح في بدر هناك جماعة مثنة تميمي وهناك جماعة زيادة تميمي وهناك أيضا في هذه القبيلة أصبح انشقاق فأصبح انشقاق داخل منظمة بدر داخل ميليشيا بدر في العشيرة التميمي مرشح تسوية من أجل أن يدعم هؤلاء الطرفين ولكن مع ذلك قد فشل في ذلك لأن المحافظ السابق هو من بيده السيطرة على ميليشيا بدر في أديالة وهو القادر على تحريكها والطرف الثاني هو الطرف الضعيف الذي أراد أن يفرضه هادي العامري من جديد بالاتفاق مع كتلة صادقهم هل ما قام به هادي العامري يشبه الانقلاب بحسب ما فسره مراقبون هل تعتقد ذلك دكتور؟ حتماً لأن هادي العامري أيضاً يبحث عن حصته الخاصة في موارد المحافظة وفي ميزانيتها لذلك مثنى التميمي عندما يستمر في هذا المنصب ولسنوات عديدة ولا يقدم لهذا العامري شيء فلذلك اختار هادي العامري تبديل هذه الوجوه من أجل السيطرة أيضاً المادية والسيطرة على مقدرات محافظة ديالة في سبيل أن تبقى تحت يده مثل ما كان يؤكد دائماً بأنه هو المسؤول عن ديالة فيما يتعلق بردود الفعل من قبل الأجهزة الأمنية كما تعرفون دكتور يحيى تظاهرات عشيرة مرتبطة بالمحافظ موثنى التميمي وأنصاره طبعاً قمت هذه العشيرة بقطع الطرق وذلك لأنها رفضت محاولات طرح مرشح بديل له لماذا لم تقابلها إجراءات أمنية لحفظ الأمن والقانون في محافظة ديالة ما السبب في ذلك دكتور الأجهزة الأمنية هي أضعف من مواجهة الميليشيات وهي لا تقوم بأي عمل لردع هذه الميليشيات مطلقاً لذلك أي تحشيد ميليشياوي وعشائري ومن أجل شخصية معينة لا يمكن أن تقابله الأجهزة الأمنية أو الجيش أو الشرطة الاتحادية التي هي أضعف ولربما هناك أشخاص داخل هذه الأجهزة هي تنتمي للميليشيات التي تقوم بالتظاهر أو بالتحشيد العشائري من أجل شخص ما دكتور هناك تخوف من أن المتنازعين على منصب محافظة ديالة سيلجأون إلى تفجير الأوضاع الأمنية وتهجير قرى جديدة وذلك من أجل دفع جميع الأطراف للرضوخ ضمن نهج الابتزاز والمساومات هل هذه الخشية التي تصدر عن أبناء محافظة ديالة في موقعها المرشح؟ كل ذلك يمكن أن يحدث لأن السيطرة الميليشيوية على محافظة ديالة هي سيطرة واضحة وهناك تقاسم للنفوذ في بعض المناطق لذلك نعم بالإمكان أن يكون ذلك موجودا نعم يمكن أن تحدث هذه الصدامات إذا ما وصلوا إلى طريق مسدود في عملية وصول المحافظ إلى موقعه أو اتفقوا على المحافظ لتنصيبه على المحاطرة دكتور ما المطلوب من الحكومة في بغداد حكومة محمد الشاع السوداني من أجل حل مشكلة محافظة ديالة وخاصة نحن هنا نتحدث عن أزمة محافظة ديالة أنا أعتقد لا يستطيع لا السوداني ولا أي آخر حل مشكلة ديالة إلا بالتوافق على تقسيم المغانم والمكاسم لأن طوال عقدين من الزمان في ظل هذه الحكومات المتعاقبة وما تسمى مجالس المحافظات فكل شيء يجري بتقاسم النفوذ وتقاسم المغانم وتقاسم المكاسب لذلك لا يمكن أن يصدر قرار بتعيين هذا أو ذات دون موافقة كل الأطراف وتوقيعها على تعهدات لأخذ حصصها من هذه المحافظة التي دمرت تدميرا كاملا وما زالت عملية التخريب والتدمير مستمر فيها مع الأسف ولا توجد هناك حكومة لا مدنية ولا مجلس محافظة يمكن أن ينتشلها من مستنقع الخراب الذي يفه على ذكر تقاسم النفوذ والمغانم والمكاسب الشخصية دكتور إيران حاضرة في مشكلة اختيار محافظة ديالة تعتقد ذلك؟ حتما إيران حاضرة في اختيار كل محافظي العراق وقد أكد على ذلك أحد الأشخاص الذي أراد أن يرشح إلى محافظ وعندما اتصل برئيس كتلته قال له أنت لا تصلح أن تكون محافظ لأنك لم تقم بزيارة إيران وتوقيع تعهدات لها لذلك إيران هي حاضرة في كل شيء وهي تراقب المشهد وتعطي مساحة لعمل هذه المجلس ولعمل هذه الميليشيات للوصول إلى نتيجة في حالة لم تصل فإن إيران هي صاحبة تنصيب المحافظ وهي صاحبة القرار بتوزيع المغانم والمكاسب عبر سكايب أمين سر مجلس شيوخ عشار الثورة العراقية الدكتور يحيى السنبل شكرا جزيلا لكم